بينما تطعاط الحكومة مع سلسلة الرتب والرواتب كأحد الكماليات كشف أحد وزرائها وهو وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور قبل أيام أن نسبة الفقر في لبنان إلى ارتفاع ارتفاع إضافي في نسب الفقر المخيفة أصلاً في بلد صغير كلبنان من هم الفقراء؟ أين يعيشون؟ كيف يعيشون؟ في بيروت تصل نسبة الفقراء إلى 5.8% لترتفع تدريجياً كلما ابتعدنا عن العاصمة ففي النبطية نسبة الفقراء 19.19% أما في جبل لبنان فتصل إلى 19.5% في البقاع تصل نسبة الفقراء إلى 29.36% ويعيش حوالي 42.2 من سكان الجنوب في الفقر أما النسبة الأكبر فهي في محافظة الشمال وتصل إلى 52.5% ويتوزع هؤلاء بشكل رئيسي بين عكار والضنية وترابلوس ليكون بذلك إجمالي عدد الفقراء في لبنان 28.5% النظام الاقتصادي اللبناني المبني على الرأسمين المتفلت من أي رقابة وعدم تدخل الدولة بطريقة فعالة ببرامج هي بتخففها الأقصاء الاجتماع والتفاوت الاجتماع وبالعكس تدخل الدولة بعزز الانتماءات الطائفية وبعزز سلطة الزعامات الاقتصادية والسياسية على حساب الفقراء أرقام الفقر تخفي خلفها ما هو أخطر وهي نسبة اللبنانيين الذين يعيشون في فقر مطقع وهم حوالي 8% من اللبنانيين ويتوزعون في كل المحافظات وإن كانت النسبة الأكبر منهم أيضا موجودة في المحافظات البعيدة أي في البقاع والجنوب والشمال حيث يعيش 17.75% من الشماليين في فقر مطقع أي أنهم غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من الطعام والتعليم والرعاية الصحية يحصل كل ذلك على الهامش على هامش النقاشات الانتخابية على هامش السجالات السياسية العقيمة يبدو أن هيئة التنصيق النقابية وحدها تدرق خطورة هذه الأرقام ترجمة نانسي قنقر